قتالة الاقتصاد اسم أطلق على مجموعة تابعة للحكومة الأمريكية تغتال اقتصاد الأمم وهو ما أكده جون باركنز أحد القتالة الاقتصاديين الذين استخدمتهم أمريكا في حروبها وفي اعترافاته من خلال كتاب أصدره ومقاطع فيديو سجلها ونشرت عبر اليوتيوب يشرح باركنز كيفية نهب أمريكا مليارات الدولارات من دول العالم عبر الترغيب تارة والترهيب طورا مهمة القتال الاقتصاديين إقناع الدول بأخذ قروض دولية ضخمة من المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل مشاريع اقتصادية وفقا لتقارير وتقديرات اقتصادية مبالغ فيها عن معدلات النمو المرجحة ويجري إغواء السياسيين بمنافع شخصية للموافقة على تلك القروض الضخمة شرط أن تذهب إلى الشركات الأمريكية التي تعمل في تلك الدول وعندما تعجز حكومات هذه الدول عن الوفاء بالديون تصبح تحت الوصاية والسيطرة الأمريكيتين فتباع مواردها الطبيعية بأسعار زهيدة وتحول ميزانيات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم لتسديد الديون فتختل الأوضاع الاجتماعية والأمنية ويظهر التمرد والاضطرابات فتكون الفرصة مضاعفة لإحكام القبضة على تلك الدول وفي حال أخفق القاتل الاقتصاديون في إقناع المسؤولين وغالبا ما يكونون رؤساء دول تبدأ المرحلة الثانية ويطلق على ما ينفذها الضباع وهم من رجال الاستخبارات المركزية ومهمتهم محاولة القيام بانقلاب أو تصفيات الزعيم العنيد الذي يرفض الموافقة على عروض ومقترحات القتل الاقتصاديين وفي حال أخفق ضباع الاستخبارات فإن المرحلة الثالثة تبدأ وتتمثل في تحرك الجيش الأمريكي لاحتلال البلد غدا تعرفون من هي الدول التي وضعها قتلة الاقتصاد نصب عينهم وماذا حل برؤسائها